روش الميديا والفيسبوك إزاي أنا ألاقي واحد إرهابي وأنا عارف أنه إرهابي بن إرهابي وعمل صفحة على الفيسبوك ومش قادر أجيبه ده موضوع كبير جدا ليه؟ بقى لأن حضرتك أنت بتتعامل مع التكنولوجيا على أن التكنولوجيا ديت موجودة عندنا هنا فبالتالي أنا لما ألاقي مثلا أنا واحد عمل جريمة في مصر فالمفروض أن الشرطة تقبض عليه طبيعي لأن ده عمل الموضوع في الحدود بتاعتك إنما التكنولوجيا عبرها مفروض مارك يقبض عليه بالضبط مارك ما بتعوانش لعدة أسباب أولا التكنولوجيا دي عبرها للحدود يعني التكنولوجيا خارج حدود حضرتك السيرفرز والمواقع والحاجات دي كلها موجودة برى مصر وده إشكالية ويع فيها برضو المشرعين هنا في مصر لما تكلموا على التشريعات الجديدة بتاعت الإرهاب أنه لما جراموا الحاجات اللي دي حالك بتتكلم عليها على الإرهاب لم يضعوا في الحسبان أن الحاجات دي خارج حدود الدولة فعدم وجود تعاون دولي وعدم وجود توقعنا على اتفقات دولية وعدم وجودنا جوة إطار دولي لمفكافحة الموضوع ده صعب جدا أنك توصل للمعلومات دي يعني أنا ما أدارش توصل لصحب الحساب الفلاني لو هو جوة مصر عندي بالسيرفر مثلا أو بحاجة لا فيه في وزارة الدخلية إدارة المعلومات والتوصيق وفيها ناس كويسين جدا وأنا أعرف منهم ناس كتير يعني وفيهم ناس مهندسين زي الفل وفيهم ناس متخصين بس الفكرة زي ما أقول حقا إيادهم مغلولة لأن حضرتك أولا ما عندكش تشريع لغاية الوقت التكنولوجيا المعلومات جرائم المعلومات ما عندكش تشريع ودي مشكلة كبيرة جدا ما ينفعش الأجهزة الأمنية تشتغل من غير تشريع لأنك ممكن تضبط على ناس تطلع براءة تانية الحاجة التانية والأهم من أن التكنولوجيا زي ما أقول حقا عبر الحدود فحاجة لازم تتعاون مع الشركات اللي بره دي والشركات اللي بره دي مش هتتعاون معك وانت ما عندكش قانون فدي برضو إشكالية كبيرة الإشكالات التانية أنت عندك حاجات تانية أنا مش هزين نتكلم فيها الحاجات التانية دي بتمنع أنت تتواصل مع الشركات الكبيرة دي على سبيل المثال هل تتكلم فيها؟ ما هي دي من ضمن المشاكل اللي موجودة عندنا إحنا للأسف ما بنشتغلش بمنهجية بنشتغل بشكل عشوائي يعني أدل حقيقة مثال مثلا أنا لو عايز أجيب معلومات من شركة زي الفيسبوك أو من شركة زي جوجل أو شركة زي أي وطفر أي شرك هذا اللي بيحصل وبعدين لو سواحتنا عايز معلومات الناس دي مش هيديك معلومات طبعا صحيح ثم أن فيه كمان حاجة مهمة فيه طريقة لطلب المعلومات دي يعني فيه تعاون دولي مثلا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين بريطانيا بريطانيا معينة مسؤولين مخصصين ومتخصصين في جهات قضائية لطلب المعلومات من الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها الداتة دي فحلاك عشان أجيبها ده موضوع محتاج تعاون دولي ما ينفعش أننا كده أصحى الصبح أقوله والله سأنا عايز أجيب الأكاونتز بتاعت الناس اللي على الفيسبوك دي حاجة مش طعف تجيبهم مش طعف تجيبهم لأن معلوماتهم بره وحضرتك ما عندكش هنا قانون ولا عندك الإمكانيات يعني حتى في الأضاية الكوبرة مثلا زي دبح المصريين في ليبيا مثلا والفيديو اللي تم بثتوسعاتها أو غيره من فيديوهات الاغتيالات هل فيسبوك في أمريكا ما قدرتش توصل مثلا الفيديو ده من طلع من أي جهاز في أي منطقة لا ما أنا أقول الحراك على حاجة برده عشان نحط الأمور في نصابها مش كل المعلومات اللي حراك بتبقى متخيل إنها تبقى موجودة ممكن تكون موجودة عن شركات التكنولوجيا يعني تريزا ماي على سبيل المثال لسه النهاردة مطالعة تصريح وقالت إن إحنا المفروض يعني نتعامل بشكل طف شوية مع شركات التكنولوجيا لأنها بتساعد في نشر رسالة الإرهابية طبعا بعد ما شافوا الحدثة اللي حصلت في لندن فهم ما بيتكلموا بفكرة نتعامل معهم إزاي